تتحرك أسعار الغاز نحو الارتفاع من جديد لتعصف معها بالقدرة الشرائية للكثير من الفئات الهشة عبر القارة العجوز بإعلان معظم حكومات الاتحاد الأوروبي عزمها إقرار زيادات قياسية جديدة على أسعار الغاز والكهرباء بمجرد إعلان ألمانيا عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص تشغيل خط أنابيب نورفستريم 2 ارتفعت أسعار الغاز بنحو 12% منذرة بموجة جديدة من الزيادات في فواتير الطاقة التي تنتظر أكثر من 300 مليون مستهلك تحصيهم القارة الأوروبية باعتبارها الأكثر تضررا من سلسلة الارتفاعات الجديدة بلغة الأرقام تشير الهيئة الأوروبية للإحصاء عن ارتفاع أسعار الغاز عبر القارة بنحو 300% منذ بداية العام الجاري ما رفع فاتورة استيرادها إلى 150 مليار دولار سنوياً في أعلى مستوى لها على الإطلاق معضاً فاقم من عجز تجارة الطاقة في القارة الأوروبية إلى أكثر من 176 مليار أورو ما أدى إلى زيادة فواتير الكهرباء بنسبة 18% عبر 13 دولة أوروبية بلغ مستوى الزيادة في فرنسا وحدها إلى 66% منذ بداية العام الجاري أكبر اقتصادية أوروبا لم يكن في منأ عن موجة تضخم أسعار الطاقة بتسجيل ألمانيا أعلى مستوى لها للأسعار منذ ستة أشهر بزيادة قدرها 35% العام الفارط وارتفاع في فواتير الكهرباء بأزيد من 9% تفاقم أسعار الغاز في أوروبا طال أيضاً جنوب القارة بارتفاع فاتورة الكهرباء في إسبانيا بأكثر من 29% لكل ميجاوات في الساعة وعلى ذاك النحو من المرتقب أن ترتفع أسعار الغاز الموجهة للمستهلك النهائي ببريطانيا زيادة بـ 38% اعتباراً من الثالث ديسمبر المقبل